بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الأثر أن رجلا صالحا كان يمتلك بقرة وكانت هذه البقرة جميلة وشكلها جميل وهي صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ولكنها لا يستفاد منها أبدا هي لا تسقل الزرع ولا تطيع صاحبها وهي ليس لها أي فائد إطلاقا هي ولكن هذا الرجل كان صالحا وهو تزوج وأنجب طفل صغيرا ودع الله عز وجل وقال اللهم إني أستودعك ابني وزوجتي ثم مات بعد ذلك شوف ترتيب ربنا عز وجل للصالحين الحياء بعد ذلك ظلت هذه البقرة لا فائدة منها فقالت أم هذا الطفل وكان هذا الطفل صالح مثل أبيه قالت له أمه اذهب بهذه البقرة إلى السوق وبيعها بعشرة دنانير ففي طريقه إلى السوق قابله رجل وقال أنا أخذها منك بعشرين هذا الحقيقة الولد كان مطيع جدا لأمه شوف سبحان الله يعني قاله سمن أكثر المفروض يفرح بذلك قال لا حتى أستشير أمي فذهب إليها فقالت لا تبيعه له واذهب مرة أخرى فقابله فقال بكم تبيعها فأعطاه أيضا سعر أكثر مما أراد فلم يفعل وذهب إلى أمه طاعة الممتسانة لأنه كان بار جدا بأمه فقالت له يا بنيا إن هذا ملك من الملائكة فاذهب إليه في المرة الثالثة وقل له بكم نبيع هذه البقرة فعندما ذهب ووجد نفس الرجل هو ملك طبعا في سورة إنسان قال له لا تبيع هذه البقرة إلا بملء جلدها زهبا حي غريبة سبحان الله كيف تكون هذه البقرة العاصية التي لا فائلة منها سوى أنها جميلة صفراء فاطع لونها تصر النظرين فقط دي الميزة الوحيدة اللي فيها فتعجب من ذلك ثم بعد ذلك حدثت جريمة قتل في بني إسرائيل فماذا حدث فطلب هذا الطفل من بني إسرائيل لأن الله سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى أن تكتشف جريمة القتل التي حدثت بني إسرائيل بزبح هذه البقرة تحديدا فطلب ملؤها زهب وأعطوه ذلك لأنها كانت هي البقرة المحددة التي حددها الله سبحانه وتعالى لاكتشاف جريمة القتل التي حدثت في بني إسرائيل نستفيد الحقيقة من هذه القصة أن صلاح الأب ينسحب إلى صلاح الأبناء فعلا الإنسان الصالح ربنا بيبارك له في ماله وفي صحته وفي زوجته وفي أبنائه فالبركة تنسحب من الصالحين إلى أبنائهم وإلى أحفادهم أيضا والدرس الثاني هم جدا أن الإنسان إلى حاجة اللي بيحبها وحريص عليها يعني ولاده امراته أمواله كل نعم مهم أن يستودع الله عز وجل فيها تقول اللهم إني أستودعك زوجتي وأولادي وبناتي وأموالي وصحتي وعافيتي وكل نعمك التي أنعمت بها علينا والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ذلك وتعلموا أن يستودعوا نعمة الله فيحافظ الله عز وجل عليها إن شاء الله الدرس الثالث وهو مهم جدا وهو أن نتعلم أن بر الأم أو بر الآباء فيه الخير وفيه الرزق وفيه البركة وفيه الرحمة فبر الآباء وبره لأنه عندما بر أمه رزقه الله وهذا الرزق الوفير ملء جلدها ذهب هذا بفضل البر وبفضل صلاح الأب وبفضل أن هذا الرجل الصالح استودع الله عز وجل زوجته وابنه ترجمة نانسي قنقر